هنتابع بقية كلامنا عن الموضوع الأول الخاص بالمادة الزرة يوجد بها بروتونات مجموحهم يسمى العدد الزري يبقى العدد الزري يساوي عدد البروتونات طيب مجموعة البروتونات زائد النيترونات يطلق عليها عدد الكتلة إذن عدد الكتلة يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيترونات العناصر التي تتطفق في العدد الزري ولكن تختلف في عدد الكتلة يطلق عليها نظائر هذه النظائر زرات لعناصر متشابهة تتطفق في العدد الزري ولكن اختلفها في عدد من الكتلة مثال الهيدروجين عندنا الهيدروجين عدد الزري واحد عدد الكتلة واحد له نظير اسمه ديوتيريام عدد الزري واحد وعدد الكتلة 2 له نظير آخر اسمه تريتيام عدد الزري واحد وعدد الكتلة 3 تطبيقات على ذلك احسب احسب عدد نيترونات الموجودة في زرة الكولور التي عددها الزر 17 وعدد الكتلة 37 مطلوب نحسب عدد نيترونات عرفنا ان عدد الكتلة عبارة عن الكتلة عدد الكتلة بروتونات زائد نيترونات نعود على طول في هذه العلاقة هو عدد الكتلة 37 اذا عدد نيترونات يساوي عدد الكتلة ناقص العدد الزري اذا 37 ناقص 17 يساوي 20 اذا عدد نيترونات يساوي 20 مثال اخر اتعلم احسب عدد الكتلة لنظير الماغنيسيام الذي عدده الزري 12 وفيه كام 13 نيترون اتفاقنا ان عدد الكتلة بيساوي ايه برافو عدد البروتونات زائد عدد نيترونات العدد الزري هو عدد البروتونات اذا عدد الكتلة هيساوي كام 12 زائد 13 زائد 13 يساوي كام 25 اذا عدد الكتلة هيساوي 25 مثال اخر احسب العدد الزري لعنصر عدد كتلته 65 وله كام نيترون 35 اتفاقنا برضو ان العدد الزري بيساوي ايه عدد الكتلة ناقص عدد نيترونات اذا عدد الكتلة يساوي 65 ناقص 35 يساوي 30 مشاط اخر اطبق اتعلم المطلوب احسب عدد النيترونات والبروتونات والالكترونات في زر عدد الزري 45 و عدد الكتلة 103 على طول من العدد الزري اقدر اعرف عدد الالكترونات و عدد البروتونات عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات بيساوي العدد الزري يساوي 45 فاضل عدد نيترونات عدل نيترونتها يساوي كام؟ عدل الكتلة ناقص العدل الزر هيساوي 103 ناقص 45 هيساوي 58 إذن الزر فيها 58 نيترون و45 بروتون و45 إلكترون في ختام هذا الموضوع اكتب ولخص ما تعلمته من هذا الموضوع